نبقى أنا اللي هيجنني في القصة دي مش القصة دي خالص أنا هيجنني ملاحظتين في الفيديو ده أول ملاحظة إن شارلز على قد سنه ده إنه ما بيقرأ من غير ندارة يعني الراجل الأسيس ما سيكله الورقة كده النص من بعيد من بعيد يا حبيبي بسلم وهو بيقرأ من بعيد كده ما شاء الله ما شاء الله ده الواحد دلوقتي ما بيعرفش يقرأ قريب ولا بعيد حاجة تانية إنه شارلز طبعا ممسكش الورقة خالص هتلاحظ إنه الأسيس بيشاور له على النص اللي يقوله لأ كل شيء متزبط إنما الملاحظة التانية إنه شارلز بدون ادعاء بدون كبر بدون غرور وهو ملك متوج بيقبل إيد رئيس الأساقفة شفتوش أنت عد على شيخ الأزر كده عد وسلم وعمل نفسه ما يعرفناش لأ إنما قبل إيد رئيس الأساقفة لو رجعت للفيديو ده شوية 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 هتلاقي لحظة كده راح مميل وقبل إيد رئيس الأساقفة أي دي هو ده علي هو ده الشغل بتاع زمان بقى بتاع أيام الجيزة عندنا واحد جعر جربوع يعني ده جدوده أم ملوك ده جده هنري الثامن ملوك يميل ويقبل إيد رئيس الأساقفة عندنا واحد عد على شيخ الأزر كده يعني عمل نفسه ما يعرفناش على رأي جورج واسوف لا الراجل هنا جده عمل نفس القصة وأمه الله يرحمها كان قائد طبيع وجد جده عمل نفس العاملة دي قدام الخلق كلهم يميل الملك عشان يقبل رغم إنه الملك جده هنري الثامن لطش مع بابا الفاتيكان لكن خلاص ده رئيس الكنيسة وبعدين ده يتحول بعد القسم ده ما يخلص إلى يبقى رئيس ده بقى رئيس الكنيسة نفسها أتيت لأن أكون خادما لا مغدوما ده النص دي لحظة تتويج شارلز الثالث ملك لبريطانيا جوءة إنجليا زي ما قال البوست ده كده أهو نشوف بقى الشيخ الأزر أبوست أتيت لأكون خادما لا مغدوما تتويج شارلز الثالث ملكا لبريطانيا خلاص لحظة بقالها سبعين سنة مش الودي اللي قعد وردها ابنه أيوة اللي قعد له وردها لأقرعدها ابنه تخيل اللحظة دي هذا الرجل بينتظرها سبعين سنة لكن شوف الفرق ما بين واحد بيبوس أو بيقب الرداء أو إيد رئيس الأسقفة وهو ملك وجدوده أملوك وأمه ملكة وحفيده هيبقى ملك وبين واحد تاني جعر جربوع كانوا يجب حسن صقل وورا الخيمة وعد على شيخ الأظهر كأنه ما شافوش اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش فليساعده أهو الله على ذلك اتفرج اتفرج على الفرق بين الجعر وبين ولاد الأصول أمه ليه؟ أمه ليه يقول عليهم ولاد أصول لأنه بيحترم الأصول إنما الجعر ما يحترمش حد خالص ده جعر اشتركوا في القناة